هدايا النهاردة من عند ملك الارقام القياسية افضل لاعيبي الدوري الانجليزي هداف ليفر بول التاريخي هداف ليفر بول الموسم الحالي ووصيف هدافين البريمير ليج واحد من اعظم من مر على الدوري الانجليزي والبيك فايف والدوريات الكبرى في العالم واحد من افضل اللعيبة في تاريخ كرة القدم العالمية والافريقية والمحلية وزي منت عايز تقول اول وصيف قائمة الاكثر سناعة للاهداف هذا الموسم انه يا سادة الفرعون المصري الحلم المصري محمد صلاح صلاح اللي واصل هويته المفضلة بتسجيل ارقام قياسية جديدة باسمه وباسمه هو فقط بعد ما قاد ليفر بول امبارح للفوز على استون فيلا بهدفين صلاح القصة والحكاية اللي عشناها على مدار 7-8 سنين لسه عيشة ومكملة امبارح صلاح صنع هدف ليفر بول الاول وسجل الهدف التاني علشان ينفرد ليفر بول بصدارة البريمير ليج بفارق خمس نقط عن السيتي اقرب منافسي بالمناسبة السيتي خسر للمرة التانية على التوالي قدام برايتون بهدفين لهدف واللي احنا بنشوفه مع صلاح ما كناش نحلم به شفنا ازاي صلاح صنع هدف ليفر بول الاول بعد انطلاقة قوية بسرعته المعتادة لمرمى استون فيلا وما كانش قدام المدافع غير انه يوقفه بالعافية لكن صلاح بيمرر الكورة لنونز علشان يعلن عن الهدف الاول ليفر بول طب صلاح يسكت طب صلاح خلاص كده تعشت طبعا لا يرجع تاني ويخلص على امال الضيوف خالص ويسجل هدف بماركت محمد صلاح بعد ما اخد الكورة من نص الملعب وسبق الكل ورفع شعار لو قادر تعالى ورايا وطبعا كالعادة اللي بيروح ورا صلاح ما بيرجعش ما بيرجعش ويده فاضية بيرجع بالكورة عشان يسنطر ودي كانت القصة من اولها الاخيرها وينفرد بمارتينيز ويهدي جماهير الردز الفوز المعتاد عشان يحط هدف عالمي تعودنا ان احنا نشوف صلاح في المشهد ده كتير وعلى مدار سنين كتير متعود اشوف لعب بيكسر الدنيا سيزن والتاني والتالت طب الرابع طب الخامس طب السادس طب السابع طب التامن محدش عمل كده في الدنيا غير اتنين محدش عمل اللي صلاح بيعمله ده في تاريخ كرة القدم غير اتنين ميسي ورونالدو بس لاعب ينطبق عليه كل معايير النجاح ربنا اداله امكانيات كبيرة جدا وهو قدر يستغلها قدر يستغلها بالشكل المطلوب واشتغل على نفسه وزود امكانياته بالجهد والعرق مش بالكلام والترندات والشعارات والتمييز وزغزغة الجمهور مش مدرسة صلاح عمرك ما تلاقي صلاح حطت ستوري وعليها اغنية وبيلقح على دوت ولا بيقفي على دوت ولا بيهزر مع دوت ولا بيتريع على دوت عشان كده ربنا بيكرمه وبيقدر يحقق كل يوم انجاز جديد صلاح حالة حالة بنعيشها مع حضراتكم وقد ايه احنا محظوظين قد ايه احنا محظوظين بوجود الرجل ده معانا وصلاح ظاهرة مفيش حد في الدنيا ما قالش غير ان الراجل ده لازم يتدرس يتدرس لاجيال كتير اوي جاية لو العنوان بتاع او لو النجاح ليه عنوان فهو صلاح صلاح هو عنوان النجاح لكل شاب مش بس في الكورة ولا في الرياضة لكن في كل مجالات الحياة لان طريق النجاح واحد طريق النجاح واحد والكل مجتهد النصيب والانسان بيتكافئ على سعيه وهو اشتغل كتير وتعب كتير وتظلم كتير عمره ما اشتكى شكوته للمول عز وجل اسهل رشدت في الدنيا ان انت تنجح رعي ربنا رعي ربنا في شغلك رعي ربنا في بيتك رعي ربنا في الناس اللي حواليك رعي ربنا في كل حاجة حواليك رعي ربنا وانت شغال رعي ربنا وانت حتى بتتعامل مع الكلاب اللي في الشارع صدقني طول ما انت بتراعي ربنا وطول ما انت مصطرتك واحدة وطول ما انت المرجعية بتاعتك هي المولى عز وجل تمشي على المية